بلا رؤية وبدون استراتيجية هدف كالسرابي وجيش كالأنعام بل أضل تخبط سياسي وعسكري في كل الاتجاهات فبينما يرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو أن حكومته مصممة على الانتصار المطلق وستضرب بكل قوة ولن تدخر جهداً لإعادة المحتجزين في قطاع غزة وأن الحرب مستمرة حتى القضاء على حركة حماس فإنه رغم مرور سبعة أشهر لم يتحقق أي هدف أعلن عنه نتنياهو وحكومته من بداية الحرب وحتى هذه اللحظة فشلت حكومة الاحتلال في تحقيق أهدافها من الحرب على قطاع غزة وتراجع الكيان عن فكرة التهجير القصري للفلسطينيين إلى سيناء بسبب الموقف المصري القوي الرافض للتهجير وتصفية القضية الفلسطينية إخفاق نتنياهو في تحقيق أهدافه من القضاء على حماس وتحرير المحتجزين الإسرائيليين دفعه للتفكير في السيطرة الكاملة على قطاع غزة والتعرض لضغوط بسبب فشل عمليته في غزة ويؤكد الفشل الإسرائيلي النهج السياسي المتخبط والقرارات المتباينة وعدم وجود رؤية بشأن كيفية إدارة الحرب إضافة إلى استقالة المسؤول عن السياسة الأمنية والتخطيط الاستراتيجي في مجلس الأمن القومي الإسرائيلي يورام حمو على خلفية الفشل في اتخاذ قرارات على المستوى السياسي في قضية اليوم التالي لانتهاء الحرب في القطاع حجم التخبط السياسي والعسكري الإسرائيلي يؤكده بيان مشترك للجيش الإسرائيلي وجهاز الشباك يطالبون فيه المحكمة العليا بوقف التحقيق في أحداث السابع من أكتوبر لإضراره بالقدرات القتالية لجنود الاحتلال وكذلك التصريحات التي تخرج من نتنياهو وأعضاء حكومته تكشف حجم التخبط الذي تعيشه تلك الحكومة